لا ينتهي الحديث عن خطة كيري حتى يعود من جديد فالمبادرة التي بدت مثيرة للجدل من يوم الإعلان عنها وكانت مثار كثير من المواقف وتصريحات من قبل جميع الأطراف يتم إحياؤها وبعثها من قبل السفير الأمريكي ماثيو تولار الذي أكد في تصريحات صحفية أن الخطة لم تنقش على الحجر وأنها قابلة لتعديل عدا أن لا يشمل الترتيب في تسلسل بنودها تولار أضاف أيضا أن المبادرة هدفها إعادة جمع الأطراف على طاولة المفاوضات والخروج بوجهات نظر موحدة من شأنها الوصول إلى اتفاق سلام دائم هذه التصريحات تأتي بعض الرفض المتواتر من قبل طرف الشرعية التي نفت علمها بالخطة ابتداء ومن ثم القول بأنها لا تؤسس للسلام كونها لم تعتمد على المرجعيات الثلاث المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الأممي 22-16 رفض الحكومة كان مصاحبا أيضا لرفض الإنقلابيين الذين أكتفوا بتقديم الرفض دون ذكر الأسباب وبالاعتماد على ما سبق فإن تصريحات السفير الأمريكي الأخيرة جاءت على ما يبدو للتخفيف من حدة مواقف الطرفين تجاه خطة الوزير كيري ومحاولة لإعادة تصديرها إلى الواجهة وهو الأمر الذي أصبح من الصعب حدوثه على الأقل في الفترة الراهنة بالنظر على ما بدى من اعتماد الأطراف على الخيار الميداني الذي أخذت حضوظه بالارتفاع على حساب الخيارات السياسية اشتركوا في القناة